المؤهبة اللي اتظلمت اللي كلنا ما كناش حريصين عليها انا بكلم كلنا مش بس الناس الجمهوري يعني الحضرات ويحد يخوفك من قصة اختفاء المطربة المصرية امال ماهر فاجأت المطربة المصرية امال ماهر جمهورة باعادة قناتي الخاصة على موقع يوتيوب بعد اختفاء من الساحة الفنية منذ حوالي عامة وكانت نقابة المهن الموسيقية في مصر قد اصدرت بيانا بعد تدول لانباع اختفاء امال ماهر جاء فيه تهيب نقابة المهن الموسيقية بجمهور الفنان امال ماهر ومحبيها عدم الانخراطة وراء الشيعة التي انتشرت مؤخرا على كافة وسائل التواصل الاجتماعية واضح البيان ان النقابة تواصلت مع عصرة الفنانة مؤكدا عدم صحة هذه الشيعة المنتشرة تماما حول اختفائها واكدت النقابة النجم امال ماهر تعيش حياة هادئة بين اسرتها ونوه البيان بان نقابة المهن الموسيقية في مصر لم تكن بعيدة عن اي من اعضائها في سرائها او ضرائها وانها دائما سندا لهم ونشرت امال ماهر يوم الثاني والعشرين من يونيو الجارية صورا جديدة هي الاولى لها من ذو علانها الاعتزال في يونيو الفين واحد وعشرين وظهرت فيها على شاطئ البحر على حسابها في انستجرام وعلقت اجواء الصيف افتقدكم جميعا وكانت الفنان امال ماهر اعلنت اعتزالها الغناء وابتعادها عن الوسط الفنية في الثاني من يونيو الفين واثنين وعشرين وكتبت على حساباتي على موقع التوصيل الاجتماعية جمهوري العزيز الذي ساندني سنوات وسنوات كان رافق داري بالدام نظرا لظرف خاصة به وخارج عن ارادتي اعلنت ابتعاد تماما عن الوسط الفني والنشاط الفني متمنية لكل جمهوري كل الخير والسعادة في هذه الحياة ومتمنية كل التوفيق لكل الزملاء وان كنت سعود مرة اخرى ام لا فهذا السؤال يعلم وجبته عالم الغيب فقط هاني شاكر يحيل عمر كمال للتحقيق وإيقاف عن العمل اصدر الفنان هاني شاكر نقيب المهن الموسيقية قرر منذ قليل بيقى في مغني المهرجانات عمر كمال عن الغناء وتحويل للتحقيق وجاء في البيان ان القارة يأتي لمصدر من كمال على مواقع التوصيل الاجتماعية دون الكشف عن تفاصيل اخرى وكان سعد متولي مستشار نقابة الموسيقيين قد قال ان النقابة برئاسة الفنان هاني شاكر قررت اليوم الثلاثة وقف مغني المهرجانات عمر كمال عن الغناء وأوضح متولي في تصريح لليوم السابع أنه بعد قليل سيصدر بيانا رسميا من النقابة بقرار وقف عمر كمال وإي حالة للتحقيق وذلك لما بدل منه من تصريحات على مواقع التوصيل الاجتماعية دون ان يفصح عن تلك التصريحات لكن وصف